طالب ممثلون جمهورية اليمنية والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا والسويد وفرنسا وهولندا في الأمم المتحدة ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق صراح موظفية الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية السابقة وغيرهم من العاملين في اليمن بشكل فوري وستماح الجميع الموظفين بأداء عملهم دون خوف من الاعتقال غير المبرر أو الترهيب جاء ذلك في بيان المشترك صادر عن اجتماعهم لملاقشة تدعيات هذه الاعتقالات غير المبررة وأشدد البيان على ضرورة احترام ميليشيا الحوثي الإرهابية معايير الدولية وضمان سلامة وأمن جميع الموظفين الدبلوماسيين والإنسانيين وموظفي المجتمع المدني والأمم المتحدة مشيرا إلى أنه لا يمكن لمنظمات العمل الإنساني موصلة العمل كالمعتاد على حساب تعريض الأفراد لخطر الاعتقال غير المبرر أو ما هو أسوأ وحث البيان الميليشيا الحوثية على توفير بيئة تشغيل مناسبة يمكن من خلالها تنفيذ المساعدات الإنسانية المبدئية مؤكدا أن تقديم المساعدة إلى الفئات الأكثر احتياجا في اليمن ضرورة إنسانية دولية ويتطلب بيئة تشغيلية تضمن سلامة وأمن العاملين في مجال الإغاثة وأعرب البيان عن قلق الدول البالغة بشأن رفاهية وكرامة الشعب اليمني ورغبتها بمواصلة دعم رفاهيتهم وهو الأمر الذي تعيقه ممارسات وقمع الحوثيين مجددا التزام القوى المجتمعية بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن ووقفهم إلى جانب الشعب اليمني